بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله شبابنا الجميل بناتنا اللي ان شاء الله هيبقوا احسن بنات في الدنيا كلها ربنا يبارك فيك وربنا يحفظكم شبابيك نفسنا انك تفتح لنا شباك في قلبك نفسنا انك انت تفتح لنا شباك في قلبك نفسنا ان احنا نفتح قلبنا لبعض يا جماعة نفسنا ان احنا قلبنا تتفتح لبعض ويدخل نور الايمان ونور الصلاة بالله سبحانه وتعالى دعني استمتع بشبابي الكلمة دي يا طرى من اللي قالها لو انت تخيلت كده واحد بيقول لواحد سيبنا استمتع بشبابي انا عايز اتمتع كلمة المتع دي كلمة سيئة الصمع عندنا لما يتحط كلمة المتع على فيلم يبقى ان الفيلم ده مش كويس لما واحد يقول انا عايز اتمتع يبقى معناها ان هو ممكن يكون يعني عنده اغراض معينة كلمة المتع دي لما واحد يقول له واحد سيبنا استمتع يا طرى دي بنت متبرجة وعايزة تنزل من البيت بالمنظر اللي اعيزاه وقامتها وقفت فريقها وبتقول لها احنا عيلا محافظة اقل من استريتش معاتش ينفع احنا عيلا محافظة اخرنا استريتش وباضي يا طرى مين يا جماعة اللي بيقول لي مين دعني استمتع انا عايز اتمتع بحياتي تفاجئ يا جماعة ان ده صحابي سيدنا عبدالله ابن عمر بن العاص صحابي شاب وبيقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله انا عايز اتمتع يا رسول الله انا عايز اتمتع في الدنيا دي انا عايز اعيش الدنيا دي من طول العرض انا عايز اعيش اجمل مشاعر في الدنيا دي واجمل متع في الدنيا دي كان اصده ايه كان بيقول له سبني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سبني اختم القرآن كل دي سبنا صوم كل يوم والنبع ليسا تسلام مش راضي لان في هذا مبالغة في العبادة يعني تخيلها يا جماعة ان المتعة عند الصحابة هي العبادة ان المتعة عند الصحابة هي طاعة ربنا سبحانه وتعالى واحدة يقول لي متعة ايه يا عم يا عم انت بتتكلم في ايه ده المعارض طاعة ده حياة خنيئة يا عم وبعدين ايه الحياة كويسة بقى انا عايز اعيش دوليتي وعندي طبوحات وعندي امال يعني وقف اي واحد ماشي في الشارع الوقتي ماشي طالب ماشي انت بتعمل ايه بذاكر طب وبعدين وبعدين هنجح وتخرج طب وبعدين وبعدين هشتغل طبعا وعلاقي شغل جميل في شرقة ملتي ناشونال جروب واخد مرتب محترم وبعدين وبعدين هتجاوز بنت جميلة طبعا مجيبة عربية فخمة فل اوبشن باور متالك حاجة ما حصلتش وبعدين وبعدين هخلف عيال كويسين ودخلهم انترناشونال سكولز طب وبعدين وبعدين هيبقى عندي شركة وعيالي شلالة لما يكبروا وبعدين هتموت وبعدين هتموت وبعد ما تموت هتبقى تراب هتبقى التراب ده اهو عارفين يا شباب التراب ده ايه التراب ده من المقابر التراب ده من التراب التراب ده اجساد ممكن كان اجمل شاب في البلد دهية اللي فيها المقابر ده ايه اجمل شاب ودي الملامح بتاعته بقت شوية تراب التراب ده ممكن كان اجمل وش بنت من خمسين سنة في البلد هنا اهو وبقى التراب وبعد ما تموت هتبقى تراب والشغرة والنجاح بتاعك هيبا زكريات واللي أفضل اللي تعلقت على الشركة بتاعتك هتتشال وهتتباع وهتتباع بتمن الخردة بتاعتها لأي واحد والفلوس بتاعتك هتتورس وولادك هيتمتعوا بيها وبعدين يا جماعة هي فين المتعة دي هي فين المتعة في معصية وبعد كده أجمل بنت أجمل شابه أقوى شاب بادي بلده أكتر واحد وزير من الوزراء اللي في البلده هو رئيس جمهورية وحاكمه هو شوية الترابة جماعة شوية التراب وبعدين وبعدين يا أخواننا ربنا سبحة دعا بيقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يا رب يا رب استغفروا يمتعكم يا رب أعصوا يمتعكم يا رب مش التوبة هي اللي بتجيب المتعة يا رب المعصية اللي بتجيب المتعة يا رب عيشوا حياتكم زي ما انتوا عايزين أعصوا زي ما انتوا عايزين عادوا الشريعة زي ما انتوا عايزين كسروا حدود ربنا زي ما انتوا عايزين اعصوا يمتعكم ربنا لا استغفروا ربكم ثم توبوا لا يمتعكم المتعة في التوبة المتعة في طاعة ربنا يا جماعة المتعة من اكتر القاتل اللي بتزلزل قلبي في القرآن فآمنوا فمتعناهم فآمنوا فمتعناهم قلت يا بسكة المصحف قلت يا رب يعني المتعة بالإيمان يعني السعادة بالإيمان يعني السعادة في الصلاة بيك يا رب فآمنوا فمتعناهم قلت يا صحابي لما التزم وكان طالب في كلية الفيدالة وكان بيطلع رحلات مع صحابه فاصحابه قالوله يعني تعال اطلع معنا رحلة بعد ما التزم فمارداش قاعدوا يقنعوه قال لهم بقولوكم ايه سجدة واحدة بس بين ايدين ربنا بكل الرحلات اللي اطلعتها في حياتي اقسموا الشاشة نصين يا جماعة اقسموا الشاشة نصين يا بنات اقسموا شاشة نصين يا شباب نص فيه البنت اللي لما لبست حجاب أمهات المؤمنين انلاقيت تعليق غريب قوي قالت انا حاسة ان انا عروسة الدنيا كلها بتزفني عروسة شوفوا فرحة وهي لبس حجاب أمهات المؤمنين والمنظر التاني 4000 واحد يوميا بيانتحروا يوميا على وجه الارض 4000 واحد بيقتلوا نفسهم من الاكتئاب اللي هم فيه واليأس النفسي اللي هم فيه اقسموا شاشة نصين يا جماعة نص فيه ليه النبي عليه الصلاة والسلام في السجود يقول لربنا ثبت قلبي من الجمال والمتعة اللي عاشها بدقل ربنا في السجود يا ربنا مش عايز المتعة دي تروح مش عايز المشاعر دي تروح اقسموا الشاشة نصين يا جماعة نص يا اخوانا فيه المتعة اللي عاشها أهل الدين والنص التاني الشاب اللي اترمع على عربية واحد صاحبي يعني اخ من اخوانا قال له ما تسيبنيش بيقول منهار في البكاء ما تسيبنيش انا متدمر انا متحطم ادعيلي خد بأدية ما تسيبنيش ساعدني ان انا اخرج من اللي انا فيه البكاء ده ايه ده مش عزاب ده فامانوا فبتعناهم وبعدين يا جماعة وبعدين يا شباب شوية التراب وبعدين بورتو مطروح ومارسي وسيدة عبد الرحمن وجول في بورتو وهيسين دباي وشورم والغرباء ومارينة والسحل الشمالي والكل ده وبعدين شوية التراب شوية التراب يا اخوانا دي النهاية يا التراب ده على ما الشاب اللي بيقصى ربنا والبنت اللي بتقصى ربنا بقى شوية التراب يا ترى دخلوا في ايه يعني الانسان اول ما بيموت يبقى عمل زي حتة الحديدة لو تحطف جوه حر يسخن بالزبط زي الحديدة لو تحطف جوه برد يتلج يبقى زي لوح التلج بيتيبس بيثبت على مكانه تلقى واحد عمل الشهدتين وبيموت يفضل كده لحد ما يموت واحد ماتوا وساجد يدفنوا وساجد واحدة ماتتوا يا حضن المصحف يدفنوا يا حضن المصحف ممكن واحد ماتوا بيزني يموت على وضع الزنا ولا هذو بالله ويتثبت عليه انسان بيتيبس وبعدش اسم الدكتور فلان والاستاذ فلان وفلان باشا بقى الامانة هاتوا الامانة الجصة بقى اسمها الامانة بعد ست ساعات من موت اجمل امرأة في الدنيا واحد شاف صورة مالين من رو بعد ست ساعات من موتها كان بيحدا جدا قال ما عدتش بطيئ ان انا اسمع اسمها بعد يوم واحد من موت الانسان بيحصل له ايه بيبدأ العفن يمسك في البطن والفرج اول حاجتين بيتعفنوا في جسم الانسان اكتر حاجتين متاحهم اكتر حاجتين اهتموا من متعتهم البطن والفرج بقى عامل زي الرغيف المعفن اللي الخضار ملاء بعد ما كانت بتحط بضرة واحمر وبقى لونها اخضر من العفن بعد يومين بتبدأ العروق تتنفخ وتطلع من الجلد ومن جوه المخ بيدوب وبيسيح وبيتعفن والمعدة والطحال والكبد بعد ثلاث ايام لو فتحت عليها القبر بتاعها هتغرب من البلد لان الريحة مفيش اي مزيل عرق ولا اي معطر جوه ولا اي برفان هيادر ان هو يوديها بعد اسبوع من موت الانسان الجسم بيحصل فيه تغيرات اللسان اللي ياما اختب يطلع ويتحجر العينين اللي ياما بصت للحرام تطلع وتفرقع ويسيل اللي جوه العين الوش يسود بعد عشر ايام يا جماعة بعد عشر ايام البطن بتنفجر لو في حاجة كانت جوه المعدة الانسان بيرجحها الجثة بتقذفها يعني اعضاء الانسان اللي كانت في الجماع بتتفجر يا كمان الانسان كل حاجة فيه بتبدأ تفرقع تتفجر بعد 14 يوم من موت الانسان اسنانه بتقع شنبو بيقع الساكسوكا والدوجلس بتقع السوالف بتقع الشعر بيقع الحواجب بتقع الرموش بتقع الجلد بيقع الدوافر بتقع بعد المانيكير والباديكير والايلينر والمسكا بعد كل الميكوب الرئيب ده كل ده بيقع بيبقى منظر الانسان ايه بعد 15 يوم بيبقى الانسان كتلة من الدود مغطيها لو تفتح عليه ده كترة الطب الشرق فتحوا عليه وهم بياخدوا حتى من جسمه بيبقى كتلة من الدود مغطيها بعد كده في خلال 6 شهور كل اللحمة بيتاكل من الدود والدود نفسه بيموت وبعد كده بقى هيكل عظمي وفي خلال سنة الهاكل العظمي بيتفرق من بعضه وفي خلال 25 سنة بيبقى شوية عظم مهري مفروم وبعد سنين طويلة بيبقى المنظر ده وبعدين وبعدين يا جماعة فين المتعة في المعصية فين المتعة في البوضع عن ربنا سبحانه وتعالى فين المتعة ان الانسان يدي ظهره ربنا ايه المتعة اللي في كده انما سيدنا عبدالله ابن عمر بن العاص ده يعني استمتع يا رسول الله انا عايز استمتع واحد بيقول انا عايز اعيش المتعة واحد من السلف بيقول ان لنجد لذة اللذة دي هت المفروض الحاجة اللذيزة واللزازة ده كلام الشباب في المعاصب يقول ان لنجد لذة لو يعلموا ابناء الملوك حاسسها والله يا اخواني والله الواحد هو بيجلس لذكر الله بيجد سعادة وفرح والله لو وزعت على الدنيا لفضت لفضت سمعتها من شيخ من مشايخي بيقول انا بيقال كده بيقول لي انا ساعد بيعد عليها لحظات بقول لو اهل الجنة في المتعة ده ايه يبقى الجنة دي حاجة ما حصلتش ده دي في الدنيا وشيخ انا وقال الكلام ده مني ليه فقعد مني وبينه المتعة يا جماعة فامنوا فمتعناهم استغفروا ربكم فيما توبوا ليه يمتعكم مش الاربع تلاف اللي بنتحه كل يوم مش الشباب اللي ماشي الاكتئاب دمره الاكتئاب فرم قلبه من جوه من الهم اللي هو فيه والخنقة اللي هو فيها وبعدين يا جماعة وبعدين فامنوا فمتعناهم المتعة الملتزم عايز المتعة والعاص عايز المتعة بس ده بيدوق متعة حائية وده بيدوق متعة معاها عذاب هي لحظة المعصية بس هي لحظة المعصية وبعد كده ما بتعود عليها معادش بيبقى فيه اي متعة من المتعة نهائيا عايزين نفتح شباك افتح شباك في قلبك افتح شباك في قلبك لنور ربنا افتح شباك في قلبك لقرآن ربنا دوق طعم القرآن دوق طعم دوق طعم اناك انت المنظر اللي احنا وقفين فيه دوقتي ده هو الخضره الجميله ده هي المية الجميله ده هي الطيور الجميله ده هي السماء الجميله ده هي الشمس الجميله مش ده خلقه ربنا يا جماعة مش ده اللي ربنا قالنا بصوله اتمتعوا بقدرة ربنا اللي خلقكم شوفوا ربنا قادر قد انه يحللكوا كل مشكلة في حياتكم شوفوا ربنا اللي خلق كل ده بقدرته مايقدرش يعايشك سعيدة مايقدرش يعايشك سعيد يا اخوانا العيشة يقولك ده الواد ده عايش ليه يكلم بنته ويدخل على السكايب يعمل اللي هو عايزه ومكلمات فودفون المجانية بالليل وعايش حياته على الفاس ميسنجر والسحل الشمالي ده عاد في طول الصيفة انما ربنا قالك لا فاما من فقلت موازينه فهو فيه عيشة فهو فيه عيشة عيشة راضية هم دول اللي عايشانها الناس اللي مع ربنا هي دي الناس اللي عايشها صح هي دي الناس اللي عايشة اجمل عيشة مع ربنا وفي النهاية كله هيبقى طراب ومش هيبقى الا العمل الصالح عايزين نفتح شباك عايزين نفتح شباك في قلوبنا لنور ربنا يدخل منه نور ربنا يدخل منه حب ربنا يدخل منه اليقين بربنا سبحانه وتعالى عايزين نتغير عايزين مش عايزين نلتزم مش عايزين نسيب المعصية عايزين نتلوق المعصية مش عايزين نبقى ناس كويسة احنا عايزين ندوق متعة الدين عايزين ندوق متعة الصلب ربنا يعني الانسان الوقت في النفس ده موش دايق متعة الصلب ربنا انما الانسان اللي موصول بالله فعلا اللي بتعبد ربنا فعلا اللي بيقرب من ربنا فعلا ده عايش عايش دين عايش متعة الدين عايش متعة الدين دوقي متعة الدين في الصلاة بالله شبابيك برنامج بنمد إدينا فيه ليكم عشان تمدلنا إديكم مد إديك ونحط إدينا في إدينا بعض نحاول أننا نوصل لحود النبي عليه الصلاة مع بعض نحاول أننا نوصل للفردوس الأعلى مع بعض بنمد إدينا ليكم يا شباب مش هنسيبكم لوحدكم ما تسيبوناش لوحدنا خلينا سفينا ماشى في الطريق لو ربنا سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم ربنا يمتعكم في الدنيا والآخرة ربنا يسعدكم ربنا يبارك فيكم شبابنا الجميل أجمل شباب في الدنيا وأحلى شباب في الدنيا يا رب ربنا يوفقنا ويفتح علينا ويفتبتنا على طاعته حتى نلقاه ويندوق متعة الدين جزاكم الله خير اشتركوا في القناة